السلام عليكم مرحبا بكم معي اليوم في القناة شيوات ما أراجع أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبسحاجة إذا إن شاء الله كما ترون معي سوف نحضر معكم اليوم حلوات الكويغتات بوحد طريقة رائعة وسهلة فوق قصير لا تأخذ لنا الوقت كما ترون معي وكي يجي شكلتها صراحة رائع وحتى الماضاق مضمون سوف نحضر كما ترون معي بسم الله على بركة الله كما ترون معي لدي هنا كوكو كما ترون كوكو عادي يعني خلطوا أنا بالقصور دياله وعند بسكوي أي بسكوي عندكم متوفر يغي ما يكونش مثلا فيه الشوكولات وليش حاجة بسكوي عادي أي بسكوي عندكم وتقدروا تستعمله وكما ترون معي عندي العسل كما ترون معي كما ترون معي خذنا هذا الروبو ندرنا فيه بسكوي بحال هكا على هذا الشكل كما ترون نحاول ان نطحنوه مزيان حتى كما ترون بحال هكا المهم بلا ما نعود ان ندوجه في شيء صفايا أو شيء أحسن هكا بسكوي بسكوي أصلا لنا وكما ترون كوكو هذا الريق حمار ونجدهم يمكن أن نطحنه جيدا يمكن أن يأخذ لنا الوقت في الطحين كما تشاهدون معي يجينا على هذا الشكل ويضيفه على هذا البيسكوي يمكن أن يكون هذا الشكل كما تشاهدون يمكن أن اجلب كمية لأخضر من هذا الشكل هذا الذي كانت قليلا الذي أجعلت كلمة كمية كثيرة سوف نحاول نقوم باستفاده ويضافه عندهم كما تشاهدون معي العسل لجمع هذا الخاليط مهم كم قاول نخلطه بحال هكا مزيان يعني بدك هذا مع القاول بأي حاجة نقرض ونخلطه حتى كيدخل لنا ذاك العسل مزيان ومن بعد عادة كنستعملوا ايدنا باش كنحاولوا نتحكموا فيه كن يعني كنجمعوه مزيان كنبقا بحالة كندل كوفية حتى كيتجمع كما كتشوفوا معي اذا بغان استعمليه دي كما كتشوفوا معي كما كيولي بحال هكا كيولي معلك ذاك الخالس كيتجمع لنا في الليد بحالك على هاتشكل هادا كما كتشوفوا ودابا غادي ندوجو المرحلة الثانية كما كتشوفوا معي غن ناخدو شي كسرونة ولا شي ايناء وغادي ندفو الشوكولات شوكولات دي الحلويات خاصة بالحلويات كما كتشوفوا معي غادي ندوجو داب نديرو بشي ايدو بلينا ذاك ذاك الشوكولات من بعد في جدرنا فوق العفية ولكن ما كنحطوش فوق العفية كنديرو شي ايناء اخرى او لا شي كسرونة كنديرو فيها الماء وعز كنحطو فيها هذه الكسرونة اللي عنا وعز كنخليو الشوكولات كي دوب على خاطره باش مكيت تحرقش ودابا غادي ندوجو باش نديرو كويرات كيمة كتشوفوا معي بحال هاكا المهم انا خطيسات الكويرات شوية الحجم ديهم كبير انتو ما حق تقدرو تديرو كويرات صغر من هادو وزا نحطو كنديرو كويرات بحلاكة الحجم اللي بغين احنا يا وقد نحطو مادل مرحلة كدينة سهلة بالساف في نفس الوقت كان نحطو في كويرات كما كنتشوفوا معايا كما ترى سوف نرى طريقة شوكولات كما ترى كما ترى سوف نضيف الماء سوف نضيف المعلقة الزيت كما ترى سوف نضيف الماء 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 الان نحاول نضع الكويرات ونضع هم الكويرات و هذا كيف تنظروا لهم الشوكولات من الفوق كما ترون معي و لحساب انتوما باش تريدون ان تجدوا فيهم الشوكولات الفوق او للا او لحساب انتوما كيفاش بغيتو باش يجين و هات الحلوة و كما ترون معي بحال هكذا هات الشكل هادا باش كمناها كما ترون سوف نضع لها البرميرسي كحل هذا البرميرسي غوز لأنك لا تستطيعون اي لوع البرميرسي تستطيعون بياض كحل افضلت الغوز مع الكحل صراحة في اللون مزيان كما تشوفه معي و المهمة دوش أفضلت هذه الحلوه سهلة و بسيطة و أي لحظة لا تستطيع لنا الوقت هذا هو نهاية الحلوه نتمنى تتابعوني وتتابعوني وتتعلموا الرايك شكرا على اللي يتابعوني واللي لم يتابعوني و شكرا على اللي يجعلني اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة